حقيقة لبنان الذي لا تعلموه ولا يعلمو الشعب اللبناني انا امنية حياتي ازور لبنان منذ ان كنت في الجامعة طالب في الجامعة وانا عايز ازور لبنان جمال الطبيعة في لبنان جباله لبنان وده طبعا ظهر من خلال الفترة اللي توقفت فيها صناعة السينما في مصر وانتقلت صناعة السينما الى بيروت مضاف الى ان لبنان انجبت كتابا من العمالقة شعراء من العمالقة مطربين من العمالقة فنانين وفنانات من العمالقة انا بتكلم عن الاجيال الاديمة الاجيال اللي معمولة كلها سيليكون دي دلوقتي معرفاش كل اجيال السيليكون دي انا لا اعرفها انا لا اعرف السيليكون ولكن اعرف الطبيعة اعرف جمال الفنانة صباح اعرف جمال فيروز وغيرها من الفنانة اعرف عبد السلام النبولسي اعرف الكثير من الذين لم يجعلون من السيليكون وعمليات التجميل اللي ملاش اي لازمة هي القضية الرئيسية لبنان بها جمال طبيعي رباني سواء كان في الارض او في السيدات او في الرجال ملوش حال من عند الله لما نلعب فيه بقى وندخل بالسيليكون وندخل مش عارف بالنفخ والنعت او فيه ايه وما حنتحاول لتمثيل يا ولاد والدكاطرة بقى بتوقع اعمليات التجميل يكسبوا في له يا سيادنا الناس اللي كانت بتحط ميقب انتو عارفين يعني ايه ميقب الاول ها الناس اللي كانت بتحط ميقب ايام زمان ولا كان فيه سيليكون ولا كان فيه عملات تجميل ولا نحت ولا فحت الميقب ده يا ولاد اللي هو المكياج يعني يحط بودرة تحط بودرة ويحط احمر في خدوده اقصد تحط احمر في خدوده وغبالك ويحط روج بس الرجالة ما كانتش بتحط روج كانت بتحط زبن الكاكاو وبعدين يحط ابيض كده البتاع الابيض كده يحطه حولين عينهم وبعدين يحط كحل ها كل الممثلين والممثلات ايام زمان كانوا بيعملوا ميقب اللي هو المكياج اللي هو الروج والاحمر والابيض والكحل والحاجات دي الحقيقة موضوع الميقب ده مهم لان اي كاميرا حضرتك بتقود قدامها بيبقى لها تدعيات هذه التدعيات هي تدعيات الاضاءة فالاضاءة ممكن تخلي الحتة دي تلسع عندك كده لو انت مش حاطت ميقب زماني لاسع عندي كده لاسع عندي ليه لاني ما بحطش الكلام ته هو ربنا خلقني كده وانا كده لا هحط زبدي الكاكاو ولا هحط اسمه ايه اسمه المخرج ايه او الحقني باسم البتاع كريم الاساس اسمه ايه اسمه فانديش ايه فونشاشن اسمه ايه صح كده ولا انا غلطان يا دعاء مش اسمه فونديشن برضو ولا شوينديشن شوينديشن ولا فوينديشن أنا راجل جاي من البالد ما أقدرش أكون إلا من البالد إنما وخبال حضرتك طبعا مع احترام لكل الزومة لا يعني ناس محترمين جداً وبحبه أنا يا جرع ما بحبش الكلام الفاضي دي إنما كله بقى الوقت بيحط فونداشة رجالة وستة مزئين ومزعات ممثلين وممثلات وده من زمان قاوي مش من نهاردة وخبالك عشان الإضاءة وعشان الكاميرات وعشان الكلام ده كل طيب إحنا ربنا خلقنا كده يا أخي ونطلع للناس كده ومحناش طالعين غير كده القرى بتلسع تلسع إيه لا يحصل يعني هي مدايقاك الوقت يا عم وانتوا بتتفرج عليها بما تكون الحنطة دي يعني لسعة شوية كده عاملة زي الإزاز شبه الإزازة كده آه شدها يكفحها الممه الكلام اللي بتقاه مش الشكل اللي بيطلع أغبالا وبعدين بقى الجماعة في لبنان هم أصل الجماعة الجمال كله في لبنان سواء ستات أو رجالة أو رجالة أو ستات وشباب وفتيات وشباب علشان كده نحن ندعم هذه الثقافة المحترمة هذه الثقافة ذات النور والأصل والفصل والتاريخ والمبادئ والقيم والأخلاق نحن داعمين كشعب وكشعبيين لمطالب الشعب اللبنان ولفكري وفلسفة الشعب اللبناني الرافض لوجود طائفية ووجود إرقية علشان من خلال الطائفية والأرقية والمذهبية بتسرق تسرق ثروات لبنان وعلى رأسها السياحة بسبب المذاهب والكصة الزفت دي السياحة في لبنان مترجعة دا المفروض لبنان دي يبقى فاكم مية سياحة لا حصرة لها ولازم تكون الفنادق في لبنان أسعارها رخيصة جدا علشان تكتزب هذه القوة السياحية العربية على الأقل القوية ولكن دا مش موجود في لبنان فنادق ناج غالية ها ليه لأن الاقتصاد المرتبات عالية لأن الاقتصاد اللبناني مسروق ومنهوب وسرقوه من خلال ايه الطواقف والأعراق والفئات والشيع وحزب الله وحزب مش عارف الايه وكاني وماني وإيه حزب ما احنا كلنا حزب الله أما لحنا حزب الكفار تقول لك حزب الله أما لحنا حزب الكفار يا خي ما احنا كلنا حزب الله كل من يعبد الله الواحد الاحد هو من حزب الله اليهود الذين يعبدون الله الواحد الاحد من حزب الله اليهود الذين يعبدون الله الواحد الاحد هم من حزب الله المسيحيون الذين يعبدون الله الوحيد الأحد هم من حزب الله المسلمون الذين يعبدون الله الوحيد الأحد هم من حزب الله إنما حزب الكفار ده بقى مش عندنا خال أنتوا حزب الله أنتوا مين أنتوا بقى أنا خاف لك كون أنتوا حزب الهبل حزب المجنين أو حاد